في اتفاق يعتبر الاكبر والاهم في العلاقات بين البلدين اتفقت روسيا والجمهورية الاسلامية على بناء ثمانية مفاعلات جديدة في ايران بينما رحب الرئيس الايراني بتعزيز الاستثمارات الصينية في بلاده كما اكد روحاني انه ليس متشائما ازاء الوصول الى اتفاق نووي مشترك مع القوى العالمية لانهاء الخلافات بهذا الشأن مع استمرار زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى شانجهاي والمحادثات التي اجرها مع نظيريها الروسي والصيني لتعزيز العلاقات اتفقت موسكو وطهران على بناء ثمانية مفاعلات نووية جديدة في ايران بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية الايرانية وفادت مصادر روسيان طهران وموسكو ستوقعان على اتفاقية خلال العام الجاري لبناء مفاعلين في ايران وسيعقب ذلك تنسيق لبناء المفاعلات المتبقية من جانب اخر ادرى الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم حادثات مع نظره الصينية شي جين بينغ واكد سعداد طهران لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في ايران وتعاون مع بكين في المجال الدفاعي لا سيما في قطاع التقنيات الحديثة والجو فضائية كما اكد الرئيس الصيني على ان الامكانيات الاستراتيجية والافاق الواسعة متوفرة لتطوير التعاون بين بلاده وايران التي واصفها بالشريك الاستراتيجي للصين من جهته اكد زعيم الصيني ان بلاد تعارض فرض العقوبات من جانب واحد على ايران والتي قامت بفرضها القوى الغربية وعلى صعيد تطورات الملف النووي اكد الرئيس الايراني انه لا يشعر بالتشاؤم تجاه الوصول الى الاتفاق النهائي والشامل في القضية النووية الايرانية وان الفرصة ما زالت قائمة للوصول الى ذلك واضف ان وصول الطرفين الى اتفاق ينفذ خلال ستة اشهر لن يكن امرا سهلا وان تحقيقها اثبت بان الوصول الى الاتفاق الشامل ممكن في حال توفر الارادة وحسن النية من جانب اخر اعلنت القوة البرية الايرانية عن اجراء مناورات ابتداء من صباح غد لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية وسيتم خلال هذه المناورات التي تسارق يومين على اساس الاجواء غير المتكافئة اختبار احدث الاسلحات المصنعة وطنيا اشتركوا في القناة